السلام عليكم يا شباب جواصبه. شلونكم شلون اخباركم. طبعا في واحد سألني بتعليق اخر فيديو. شلون يقدر يدخل مع اصدقاءه او شلون يقدر يلعب مع اصدقاءه بلعبة دهان تركه لبضي والد. محاكي صديد لعبة للسطحيوانات. وهذا الفيديو راح اشرحه شي. طبعا في نقطة مهمة لازم تعرفها قبل ما تسوي السيرفر او تسوي الماب اللي راح تدخل معك اصدقاءك. انه هو تعرف اسم الماب. شلون تعرف اسم الماب. اول ما اول ما دفتها اللعبة راح يتكون بها الواجهة هاي بهالشكل هذا. تروع على سيلكت ترسيرف. مسلا انت بدك تدخل بالماب الثلجي. بس تحفظوا انت اسم الماب. موجود بالعلى. بعد ما عرفت اسم الماب ترجع. تروع الكلمة الرابعة. ملتي بلاير. تدخل عليها. راح تشوف بها تحت. create game. تضغط عليها. هون يطالع لك الاختيارات. طبعا نرسيرف. اختر اسم الماب. اول كلمة. اسم الماب اللي بك تلعب فيه. نحنا قلنا على سبيل المثال الماب الثلجي. فتروح ندور على اسم الماب الثلجي. نشنال بارك. اه. ميت فيت تايقى نشنال بارك. يعني انت تقدر تختار الماب اللي بدك اياه. بس لكن الماب اللي مش شاريها لازم تشتريها عشان تقدر تلعب فيها. طبعا ازا صاحبك مشتري الماب ودخلك معه عادي ازا 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 صاحبك مشتري الماب وانت مانك مشتري وهو دخلك معه هو مسوي سيرفر تقدر انت تلعب بالماب. يعني حتى لو ما كنت مشتري. اما ازا انت مسوي السيرفر والدخل معاك وانت ما عندك الماب فما راح تقدر تسوي سيرفر طبعا اول خيار مثل ما قلناه تختار اسم الماب. الثاني خيار players عدد اللاعبين. طبعا اكتر شي هما ثمانية ثم يعني انت سبع اشخاص تقدرون تدخلون بنفس الماب بنفس السيرفر انت تقدر تحدث مثلا ثمانية سبعة اللي تريدو ثالث اختيار سيرفر فسيبليتي مدري ايش انت بدك للعامة يعني للجميع ولا للاصدقاء ولا خاص يعني ما بدك تدخل حدا معك انت خلي فرينتس او خلي للعامة شوف انت اللي يصير معك الاختيار الاخير يعني مسموح للمركبات اذا انت كنت شاري المركبات وحطه yes اذا انت مش شاري المركبات فراح تخليها نو بعد ما سوي كل هالاعدادات تضغط على start game راح يدخلك بعدين ايش لازم يسوي صاحبك لازم يروح لانه الساعة انت خلصت سوت السيرفر اه شايفين هون هدول كل هدول السيرفرات هدول كليات هم سيرفرات يلي اللاعبين يمسوينهم طبعا صاحبك صاحبك راح يدخل ويدور على اسمك يعني اكيد اسمك باللعبة راح يكون موجود بين هالاسامي هو من شاف اسمك بس يضغط هيك عليه ها شايفين دخل الجيم بس يضغط عليه ضغطة بس بدي شوي بس لازم تعرف اسمك باللعبة وانت بعد ما سوي عن الماب هو اكيد راح اكيد انت نفسك راح تعرف ايش اسمك باللعبة فهو كل اللي عليه ان يروح على نفس الخطوات يختار الماب اللي بدي يدخل عليه هذا كل شي ما اظن انه صعب كتير متل ما اكم شايفين دخلني مع بالسيرفر اشوفوا هنا اصحابنا طبعا انا دخلت بشكل عشوائي لانه اه هذا اللي الشخص ينسوي السيرفر على ما اتوقع لا لا بي اكتر من واحد على كل حال هذا هو واذا كان يعني مشان تسهل على حال كنت تلتقوا ببعض فبنصحك انك اه انا اسعب البيت عند البيت اذا كان معاي خيمة ابني خيمة اه مثل ما اكم شايفين راح اسويها اه شايفين اقدر ابني خيمة اذا كان صاحبك مش فاتح البيت هات اقدر ابني الخيمة به هالطريقة عشان يسوي انتقال سريع لهون وعشان كمان يقدر يفتح يعني ياخد البيت وعشان كمان انضلون مع بعض فالخيمة جدا مهمة مثلا اذا انت قتلك حيوان صاحبك لسا تعايش يقدر يبني خيمة عشان تسوي انتقال سريع لنفس المكان اللي كنت موجودين في هاي مجرد نصيحة اه هذا كان كل شي بتمنى انكم استفدتوا من هالفيديو اذا عجبك الفيديو حط لايك او اذا استفدت اذا حابت اشترك اشترك وزا ماانك حابب فبتمنى انك اقل شي تشارك الفيديو مع الاصدقاء اللي مهتمين بلعبة مهاكي الصيد واللي ما يعرفون شلون يلعبون مع اصدقائهم طبعا هذا الشرح على الكمبيوتر فبتوقع نفس الشي على بلاي ستيشن ما في اي اختلاف نقطة جدا مهمة انه اللي يلعبون على الكمبيوتر ما يقدرون يلعبون مع اشخاص اللي يلعبون على بلاي ستيشن لكن اشخاص اللي يلعبون على بلاي ستيشن يقدرون يلعبون مع اشخاص على بلاي ستيشن كمبيوتر مع كمبيوتر هذا هو ومثل ما قلت ما بتوقع يكون اختلاف كبير بين الكمبيوتر والبلاي ستيشن طبق الخطوات وإن شاء الله يعني تصير معاك وإن شاء الله ما يعني أنا بصراحة ما لعبت على بلاي ستيشن من قبل يعني ما بعرف شون الإعدادات بس ما بتوقع أن يكون إعدادات مختلفة إن اللعبة هي نفسة أكيد راح تقدم لك الإعدادات نفسة على أي منصة طبعا هذا كان كل شيء شكرا